السلام متاحبنا في المونديال. كنا وصلنا الاختيارات السكرية مو اقصى. لزم ناعبها كانوا مهمين خاصة في تركيبة الدفاعية. خاصة في الدفاعية المدرب سيمي السعيلي هما شوي رفوا حسني. شنو رأيك في العملية كيف سارته؟ وما تم حتى بعد خروج الاخبار على وجودهم في حالة سوك في المطار؟ وحكيه كما هكا الكل. شنو رأيك فيه؟ والله يشوف اه ما نحتيش انه ما نحبش نحكي على الاختيارات الفنية كما قلت هو المدرب يعرف شكون اه تيت رايه في موضوع اه بوغان بانو ما عندوش علاقة برامون. من الول صارت الاشكالية على موضوع انضباط. وحكاية شوية رفوا تزاد علاقة في موضوع انضباط. وهذا يجرنا الى عملية تسيير الحياة داخل المجموعة. قاعدة الاصف الاشياء كونه اسرار المجموعة تقعد داخل المجموعة. انا هذا رايي الحقيقة. كيصير اشكال. اه ما بيني ملاعبية ويصيرو اشكالات. في كل طراب بوساط وفي كل المنتخبات منذو الاجيال الكل والعصور الكل. فماش ملاعبي. ولا مسؤول. كي تجيبو يقولك ما صارش عندي حتى اشكال تسير. لانو الحياة في المجموعة صعيبو ووقتي طويل ووقت استاجات السابيع طويلة. وضغط المسابقات تخلي تخلق نوع من الاشكاليات. الاصل كونه الاشكاليات هذه تتحل في نتاق. عائلي. ما تخرجش البر. ما يسمع بيها حتى حد. وتتفض غديك. اللهم اذا كانت تجيو زيت في ريمون معناتها. اه اللي ما هيش مقبولة. حاجة كما هيك اذا كان صحيح ما تشوفيش ما هيش مقبولة معناها. لا الرواية اللي انا سمعتها بخلافة اللي قال تقول فيها انتي. ما يش قل فيها انا قل فيه. قولوا مكتب الجيمة. اللي قلوه ولا. ومبعض خطر سمعتلي حتى شويرف معناتها حبوا يرجعوه. مم. وكذا. وفما معناتها. وشويرف طلب كونه ينشروا بلاغ في الرأي العام. معناتها بش يكذبوا لوليني اللي استر. هذيك ما يصيرش حكاية معناتها. انا في تقديري انا هذي حكاية تصير. وحتى كان فما تجاوزات منه هذي. فما قليات اخرى متاع عقاب. فما الخطايا المالية. فما حاجات اخرى. والمهم قبل الانسان. هو علش ما انا تسائلت في الوقت هذيك. علش ما فماش عضو الجامعي. ورئيس الجامعة. او حد قريب له. هو مع المنتخب. هو كان موجود شاكر الاخنيسي. الشاكر الاخنيسي مع تيراماتي. وقاعد يقوم بعمل طيب. شاكر وملاعب يقديم. ومغروم بالهند. وعنده خبر في تأسيره. لكن راهم ما عم نجمش يعوض رئيس الجامعة. ولا احد المساعدين القراب للمنتخب. لهم المنتخب اسلام راه مسؤولية رئيس الجامعة. هو حاطر الموندقال ممشيش رئيس الجامعة طيب. معانتها هاوي وريك. فهمني. معانتها في قطر لو كان جاي رئيس الجامعة موجود. او حد قريب له المسؤول على المنتخب. لننخدك راه المنتخب مسؤول عليه رئيس الجامعة مباشرة. المنتخب هو الفترينا. إلي كان العمل جماعي ولا سي كريم؟ إيه العمل جماعي أوكي. فما عديد الأنجدة. وفما المسابقات. وفما شون القانونية. وفما الرابطات. وفما هذي كله الجامعة تكون ثلاثة. المنتخب الأول. مم. من الجمش يكون عليه مسؤول عشرة من الناس. فما رئيس الجامعة هو المسؤول الأول على المنتخب. ثم له أن يفوض لحد قريب له ولا كذا. في آخر تربص قبل بطولة عالم. تربص خارجي. مم. المفروض رئيس الجامعة أو من ينوب يكون موجود مع المنتخب. عليش؟ لأنه في الفترات هذيكة. في التهربة بوساطة هذوم الإخرانين قبل بطولة العالم. فما تفاصيل. فما جزئيات. فما موضوع من نحن نحكيه فيه. فما كان فما إشكيليات. تتنحى من ذهن الملعبية باش يركزوا. عالبطولة ويوفى كل شي. غياب عضو الجامعي. وخاصة الرئيس الجامعة في قطر. ممكن. خلى المشكلة الملعبية زوزني ذكرت. متع مروين وحسني. يتفاقم وما يتحلش. ولا زادة إشكال نظافة إلى إشكال بغاني. ولت غيابات مؤثرة. السياسة هذي متاع المكتب الجامعي في فرض الانضيبات. ما تشوفش المشكلة ذي متاع الانضيبات. حتى التاريخيا ديما يتطرح في المنتخب كورت اليد. لس كل نعف ولمنتخب كورت اليد هو. لا لا يتقال. كلمة حالة تجاوزات من الملعبية. سكرا ما تقول إيش مصحيح خاطر موجود. الحاجات كما هكا. المنتخب كورت اليد الواحد اللي يمشي بينا للعالمية. لكن الحاجات كما هكا هو ملعقة قديمة. اللي ما يخلونيش نمشيولي بعيدة. سواء خلافات صارت في استجهة. سواء تجاوزات حاجات من النوع هذا. كيفاش تقولي مصحيح؟ تشوف. أنا نعود لك أنا عشت مع المنتخب بسنوات طويلة. قريبا الجامعة وعشت عديد المسابقات وبطولة تعالب. مم. كلمة تجاوزات كلمة كبيرة ياسرة. مم. كلمة صعيبة ياسرة. فهمني. وقتاش أنا نعتبر اللي فما تجاوز. نعتبر اللي فما تجاوز وقت اللي واحد يخرج ويضرب المجموعة في العمق. بتصريحات أو بتصرف غير لايق في العلنت وجاه مجموعة أو كذا. مم. ومعاش نجم الحكاية تتعالج على مستوى الداخلي. أنا ما نذكرشي معنطها في وسط المسابقات صارت حويج معنطها أموشينة أو تمس من. أو مست التركيز الملعبية معنطها. منتخب كورتليد معروف بالذيوات الملعبية كي تحب تلعب في التيران. تلعب بكل يعني جوارحة وتعطي أقصى ما يمكن عنده. وذي معروف على منتخب كورتليد وذيك عليش توينسة يحبوا منتخب كورتليد ما نقولش ما فامي ما تصيرش إشكاليات ولا غلط ولا هيدا يخط خينتيك وردك يغلط ولا يخرج جسر ما 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 في بالكش بيه ولا يعمل حاجة ولا كذا إخيه تخش بشتعر بيه ما تحل المشكل في 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 داخليا وذيك حياة المجموعة وذيك الخصوصيات المجموعة يزم يحترمها وعليش يزم يكون مسؤول قريب ونقول للي رئيس الجامعة هو المسؤول اللولاني على المنتخب ويزم يكون قريب من المنتخب لأنه وقت اللي تصير إشكالية إسلام فورا يتم تطويقها ويتسكيرها باش ما تتدخمش وباش ما تخش صارو حاجت بالنوع هيدا بطلي كنت موجود شنوع حاجات ولا تجاوزيت تجاوزيت أنا عمري ما نسميهم تجاوزيت أنا بلس بلاي أنا تجاوزيت اللي الملاعبين ما يجيش لتربص ما لبيش دعوة ناخب وطني ما يعطيش ما عنده يخالف القيم والمثل الأولمبية اللي متعارفة عليها إما أولايد مع تخرج بعد نهاية تربص ولا كذيه خرجوا سهروا ولا كذيه دي راو الفلميش منتخب ما فيه الشيء دي الفلميش منتخب البرح العضو الجامعي معاف بن زيد كان جاو بك على تدوينة ليك على صفحتك في فيسبوك حكي على بعض ذاية الحاجة كما هكا قال في بطولة فريقيا 2014 قال لك ملاعبية جاو في حالة مش تبيعية قدامك وقدام لو زير ترق ذيب صروا تجاوزيات ملاعبية خريطول والباسبور متاعف والوتيل وبعض أخذت عليكم قال نحن اقتعنا مع السياسي هذي متاع تعتبروا السياسي تعدم انذي بل اقتعنا معها اليوم معاش مسموح بيها في المنتخب شنو عليك في كلام كيمهاك والله يشوف أنا ما نردش على كلام كيفنا كيم تفكر مش غريب على الموعات بش تكلم من كلام منا واحد ذي لأنه مش أول مرة يتهجم فيها على رواسي السابقين بتاعكو الجامعة او آآ يعني يتهجم على روموس كورت اليد مش مش دي معتا ما حابش نجاوبو مش تدخلوا معها لا في سيجيل لا في حد شي أنا نقول اللي الكلام هذي ما فهم مش ملو لأنه في الفين واربعتاش كانت تذكروا برشة إعلاميهين كانوا موجودين في الطائرة اللي روحنا فيها في المنتخب كنا هزين بطولة أفريقيا للفتيات وهو عضو معنا جامعي وقتها معتا وليش ما تقلمش هو وقتها معتا وموجود في الطائرة معنا وعش بي ما تكلمش كيف صار الشي ذي قدامه معناتها عمر ما أول مرة أنا أسمع بيها الحكاية ذي أنا فهم سمعت كلام وانتي أولي أه؟ سمعتوا الكلام انتي اللي قاله ولي شنية الكلام تا معربن زيت سمعتوا ولي معناه؟ والله سمعت هكو فمش كون قانيا ما تبعوش أنا الحقيقة ما عنديش وقت مش نتبع للحكاية هذي آآ اللي نقوله كونه موش صحيح كونه مو عام 2014 روحنا فرحانين بلقب انتع بطولة أفريقيا الأمم فتيات اللي غاب على تونس تقريبا أربعين سنة وكن وكان جو أجوية احتفالية في الطائرة وكان تقريب جل أعضاء الجامعين حاضرين وعشرات من الإعلاميين ومعنا سيد وزير شبيب ورياضة وكان احتفالية كبيرة في تونس بمناسبة فوز بطولة أفريقيا هذا اللي نذكر وانا من 2014 ما نذكرش الحكاية هذية وهذية معتها وحكاية الباسبور وانا فما وريضة المناعي وقتها مسؤول على المنتخب ونايب رئيس جامعة معتها معتها في زميله حقير أنا بالنسبة لي أنا الحكاية تذي ما في بريش بيها أنا معروف بالنسبة لي أنا المجموعة راهي عندها حياة خاصة أنا نحترم الخصوصية التعلاب خليله هامش من الحريان هذية نظرة حد اخر عنده نظرة أخرى فهمني بتاع الانضباط كل واحد كي شي راه الانضباط أنا الانضباط بالنسبة لي أنا اللي يهبط للميداني ويعطيه مئة في المئة ومئتين في المئة مني عنده ويعرق من أجل المنتخب ويلعب هو مضروب من أجل المنتخب وما يبخل على حتى حبة تعرق على المنتخب وبنسبة لي المنتخب قبل جمعيته وقبل مصلحته وقبل كل هذا هو الانضباط بالنسبة لي أنا ما زادة عن ذلك هي خصوصيات تتعالج وتصير وراهو فما فماش منتخب من أبدا من ثلاثين سنين التالي أرجى ما يصيرش فيه حاجات ولا كذا ولا ملاعب خرج يسهر بدون إذن ولا هذي الكلو يتعالج وجو نقولش حاجات باية ليه؟ أما تتعالج في وسط المنتخب وما غير ما تخش من غير ما تولي فيها بيانات وإعلانات للرأي العام ومجال استأديب ومحاكمات في العلن خطر هذي هولي هذي هولي أصبحنا في الحين فيه في السنوات الأخيرة هي المحاكمات